اشتركوا في القناة في سباقي 120 كم للعموم و100 كم للناشئين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذه نتائج الطيبة التي حققها الفريق الملكي تجسد الدعم الذي تحظى به رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص من لدني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمامه مساندة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعرب سمو عن سعادته بحصوله على المركز الأول في سباقي 160 كم وتتويج الفريق الملكي بلقب سباقي 120 كم وسباقي 100 كم وهو ما يؤكد الإمكانيات العالية التي يتمتع بها الفريق والجهود البارزة التي بذلها الفرسان في البطولة وقال سمو شهدت البطولة تحديات عالية ومختلفة عن البطولات السابقة والقدرة على قيادة الجياد في ظل التضاريس الخاصة بالأرضية حيث كانت هناك تحديات كبيرة ولكن تمكننا من التغلب عليها بنجاح وهذا ما يؤكد ما يتمتع به الفرسان وقيادتهم الناجحة للجياد طوال المراحل وضف سموه هذه النتائج الطيبة ستكون حافزا للفريق الملكي للمرحلة المقبلة حيث أن الفريق مقبل على مشاركات وأبرزها بطولة العالم وسوف نواصل بذل الجهود للوصول إلى كامل الجاهزية لبطولة العالم مشيدا سموه بجهود الفرسان وكفة أفراد الفريق الملكي هذا وتسلم الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي جائزة المركز الأول لسباق 160 كم كما تم تكريم فرسان الفريق الملكي الفائزين بسباق 120 كم وكأس المركز الأول لسباق 100 كم للناشئين كما وشهد حفل الختام تكريم الفريق الملكي بجائزة أفضل حالة جواد بعد ختام السباق وذلك للجواد فالوت الذي قاده سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتحقيق المركز الأول في البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر